التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت بوزير العلاقات الخارجية في جمهورية بانما خافير فاسكاز على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيورك هذا والتقى أبو الغيت كبيرة مناصقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة سيجريد كاغ حيث أعرب أبو الغيت عن تخوفه الكبير من احتمالية خسارة أكثر من 630 ألف طفل فلسطيني لعام دراسي آخر محذرا من خطورة الخطة الإسرائيلية بتقسيم القطاع وإفراغ شماله من السكان والسيطرة على كفة المعابر البرية محذرا